عقدت الحكومة الجديدة أول اجتماع لها بعد أدائها اليمينة الدستورية أمام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أسفر عن اعتماد مشروع مرسوم لتنفيذ حكمي المحكمة الدستورية والذي يقضي بإلغاء مرسوم حل مجلس الأمة 2009 وإلغاء مرسوم دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة واستئناف العمل بمرسوم دعوة مجلس الأمة للانعقاد بعد أدائها القسم الدستوري أمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عقدت الحكومة أول اجتماع لها برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لمبارك اعتمدت خلاله مشروع مرسوم في شأن تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية والذي يقضي بإلغاء مرسوم حل مجلس الأمة 2009 وكذلك إلغاء مرسوم دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة واستئناف العمل بمرسوم دعوة المجلس للانعقاد الاجتماع صلت الضوء على أهم الأولويات التي تقتضي من الحكومة الجد في العمل من أجل ترجمة توجيهات سمو الأمير يأتي في مقدمتها سرعة اتخاذ الإجراءات والخطوات الدستورية لمعالجة جميع العضاء التي تترتب على صدور حكم محكمة الدستورية وشدد سمو الشيخ جابر لمبارك على مواصلة العمل ومعالجة القضايا المختلفة من خلال إعداد نهج عملي مدروس يرسم ملامح الفترة المقبلة للتعامل مع معطيات الواقع الراهن ومعالجة مشكلاته وقضاياه وتجنب تكرارها وطرح المبارك بعض الأفكار والمقترحات لبعض القضايا منها العمل بشكل جاد لحصم وإغلاق جميع الملفات والمشكلات العالقة منها العمل بشكل جاد لحصم وإغلاق جميع الملفات والمشكلات العالقة مؤكدا على استمرار العمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد وأنواعه والقضايا على أسبابه والتأكيد على حماية المال العام وتعزيز النزاهة والمحافظة على مقومات ومحاربة دعوات الفتنة والفرقة والانقسام وتعزيز دور وسائل الإعلام والاتصال في تكريس الثوابت الوطنية وقرر مجلس الوزراء تكليف لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإعداد العطر العملية وآليات العمل الكفيلة بتنفيذ تلك الأفكار والتوجهات بما يحقق الغايات المنشودة منها الحكومة الجديدة يرى البعض أنها تشبه إلى حد كبير الحكومة المؤقتة لتصريف الأعمال اشتركوا في القناة